موسيقى وبعد كده رفضت تماماً أني أطلع الفترة للفات لأنه أنا لا عاوز أهاجم ولا عاوز أنتقد ولا يعني أنا مش ده غرض يعني أنا عارف الفكر اللي أنا عاوزه يعني ولي ما وجود مع اللجنة الخمسية مع أصدر عمر جنيني محدش كان بتدخل في شغل يقال نهائي ولا حد بيسألني من ساعة ما جوم اتفقوا معي كان اتفاق واضح وصريح أن اللجنة مستقلة وتشتغل زي ما عاوزة طبعاً بيبقوا عارفين يعني بديهم فيدباك إيه اللي حعمله أو بيحصل إيه يعني أنا عارف أن مع أي حد تاني مش مع كل الناس هيحصل كده وحبقى أخذ الفري هند أن أنا أعمل اللي أنا عاوزه وأنا كنت عاوز أعمل تطوير على فكرة المسابقة مش جدول يعني أنت ممكن تلاقي ناس كتير قوي تعرف تحط جداول أي واحد ماشي لو جبت كمبيوتر وحطيت له الداتا حيطلع لك جدول هي الفكرة الفلسفة والاستراتيجية اللي بتدير بها المسابقة إزاي تواجه الأندية إزاي تعمل عقوبات علشان الدوري بتاعك يمشي بأنت لما تعمل دوري وتعمل لوائح ونظم وما تعملش عقوبات أو تعمل عقوبات وما تطبهاش على الأندية فالأندية هتضرب عرض الحائط بكل العقوبات بتعمل إيه عاوزه أو اللعبة تتخانق؟ أنت عملك شفت في حتة في العالم إلا عندنا إن الجهاز بالكامل بيقوم يقف يتخانق؟ المدير الفني الوحيد هو اللي بيروح طبعا ملوش حق الاعتراض لكن ممكن يروح يكلم الحاكم الرابع زي ما بتشوف كلوب زي ما بتشوف جارديولا يروح يكلم الحاكم يقول له على فكرة دي مش فاول أنا شايف إنها مش فاول كده حاكم يقول له لا هي قرار الحاكم خلاص خلصت إحنا عندنا بتشوف الناس كلها واقف على الخط يعني اتلاقي المدير الفني واقف حاط إيه في جيبه وحاط راسه في الأرض والدكتور ولا مدارب حراس المرمى ولا بتعرفه في ملابس مموت نفسه وعاوز يتخانق ويعترض أنت مالك ومش فيه ناس كبار هنا موجودين مش فيه مدير ككورة وفيه مدير فني ما فيش احترام لهم حتى إن انت قايم تعترض هم واقفين حاجة غريبة جدا قصة مش جدول بس الجدول طبعا ليه أساس أنك بتحط معايير وتمشي عليها يعني زي ما كنت قايل اللي بيلعب في أفريقيا أو عربي ليه ثلاثة أيام يقدر يلعب المطش بعد ثلاثة أيام لو بيلعب في ملعبه واربعة أيام لوبر الناس كانت زمان بتعترض دلوقتي الناس بقت متقبلة الناس كلها بتتابع الكورة في العالم وشايف العالم كله بيلعب في ثلاثة أيام إحنا كان عندنا يقول لك أصل الرحلات في أفريقيا والسفر كلام دي ما بقاش موجود 90% من الفرق بتسافر رحلاتها بطيرات خاصة وعلى فكرة أوروبا فيها مشاوير خمس ساعات وست ساعات من السويد مثلا عشان تروح ببرتغال خمس ساعات لما كانت روسيا بتلعب عشان تروح من روسيا الأسبانيا والبرتغال نفس المسافات وأكتر فعندهم مسافات زي ما أنت بتروح تونس والجزائر والمغرب ثلاثة واربعة وخمس ساعات عندهم الكلام ده كله أه سعب بتروح ناجيريا ست ساعات بس أنت بتروح بطيرات خاصة هما بيلعبوا في ثلاثة أيام أنت بتلعب في أربع أيام تحت أوروبا مش عبيد بيقللك المدة وإنت تيجي تقول لي أصل إجهاد وصفر وتعب طب إحنا أنا هنا بقول لك اللي بيسافر أربع أيام يعني عشان الساعتين ثلاثة الزيادة اللي فيهم صفر دول وإجهاد بتاخد يوم كامل زيادة فالحجة دي مش موجودة إحنا لما بنيجي نعمل كده وطبق الكلام ده أول ما بامشي على طول اللي بيجي بعد أوتوماتيك بيأجلوا وحصل السنة دي برضو الرابطة جات محترامي لها أو ممكن تبقى حايق ويسة نبع عندنا رابطة واي 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 لكن برضو أجلوا مباريات كذا مباريات أجلت وكان فيه خمسة أيام وستة أيام وأجلوا الكلام ده ما ينفعش إحنا لما كنا عاملين الكوفيد ساعة الكوفيد لما كنت موجود في اللجنة الخمسية كنا عاملين لوائح أول ما جات اللجنة السلسية راحت مغالى اللواح دي كلها عشان عاوزة تجامل أندية مفيش كلام ده أنت عاوز مسابقة مستقرة ومنتظمة هي دي أساس الكورة عشان تتقدم مسابق الدوري منتظم قبل المنتخب مسابق الدوري منتظم يجيب لك يبقى خلاص كل حاجة معروفة التسويق يشتغل يجي لك فلوس الفلوس هي الكورة دلوقتي فيه فلوس فيه تقدم فيه اصدهار في الكورة لما تحط أنت في لوائحك في الكورة أنه ليه غلط يعمل كذا وبعدين تيجي توقع عليه غرامات مالية كبيرة ما تطبقهاش وتقعد تأجلهم لغاية آخر الموسم بعدين تيجي بآخر الموسم بتليفون حد في الاتحاد خلاص معلش يلا نشيل الديون بقى ونفرح الأندية عمر ما هتمشي واللجان بيخافوا أنه يتحجموا ويقول لك ده يقول وبعدين ده يرفع سمع التليفون عليه رئيس نادي يقول له معلش وأجلي أنا مزنوق وبتقى حاضر يوم التاني كمان نشمعنا ده يقوم أجل فالقصة بتمشي كده عاوز تعمل نظام تغمض عينك ما تبصش الأندية سيستم واحد تطبع كل العقوبات لازم تطبق هي فلسفة العقوبة إيه؟ إنها تطبق أنا كنت عامل العقوبات لو غير العقوبات الإقافات عقوبات الفلوس عندك أسبوعين تدفع ما دفعتش عندك أسبوعين تنين بغرامة ما دفعتش هيتخصم منك نقاط كل ما تشتلعابه من غير ما تدفع الفلوس من غير ما تدفع الفلوس اللي عليك هيتخصم منك نقطة قالت الأندية هتدفع وحتقوم تكلم أجيزتها محدش يفتح بوقه محدش يعترض ترجمة نانسي قنقر